بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا احنا في حلقات اللي احنا بنتعامل معه مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحس كده ان احنا بنقرب من حضرته صلى الله عليه وسلم وبنحس ان هو بياخد بأيدينا عشان يورينا عالم تاني في الحياة بجوامع كلمه صلى الله عليه وسلم يورينا جمال كده في الحياة ما كناش شايفينه جمال كده فيه ما يتعلق بالاجتماع وما يتعلق بالنفس وما يتعلق حتى بالإدارة ما يتعلق بحياتنا بمستقبلنا بأمانينا بأحلامنا كمان بأفكارنا وكمان بعلاقتنا ببعض وعشان كده احنا اخترنا ان احنا لما نجي نقرأ حديث الرسول اللي هو سلم نلبس ندارة الحضارة نلبس ندارة الوسع ده المعنى اللي أنا بحبه اول ما تتعامل مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تحس بالاتساع تحس بالسعة تحس بالكرم ما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان معنى من معاني هبة الله لنا بالكرم احنا بدأنا نقرأ حديث رسول الله عليه وسلم اللي ورد عن سيدنا ابو هريرة واللي ورد في صحيح مسلم اللي هو حديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطير السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي برحرام فأنا يستجاب له وكلمنا عن هذا الحديث وقلنا إن إن الطيب ده الطيب ده بيكون في كل حاجة ما بيكونش بس في الأكل بيكون في كل حاجة وده اللي أشار إليه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعشان كده الحلقة دي بتكون حلقة التطبيق بنحاول نطبق ده في حياتنا وعشان كده إحنا معانا اتنين من أحبابي واتنين من تنامزيتي اللي بحبهم لأنهم في الحقيقة بيحاولوا يبحثوا عن الطيب في كل مناحي حياتهم عن اتكلم معهم إزاي نقدر نطيب هذا إزاي نقدر نطبق هذا الحديث في حياتهم معايا الدكتورة هودا أنور ومعايا الأستاذ عبد الحميد مرزوق أستاذ دكتورة هودا إزاي حضرتك؟ إزاي حضرتك يا سيدي إيه الأخبار؟ الحمد لله يفضلون نعم أستاذ عبد الحميد إزاي حضرتك؟ السلام عليكم إزاي حكذا أستاذ عمر ربنا يطيبكم دايما خلونا نبتدي مع الدكتورة هودا دكتورة هودا إزاي بتقدر تطبق حديث إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبة في مجال عملك؟ يعني هو بقى بينقسم لجزئين يسوي بيجزء في العلاقة بدعم الطلبة وهو بعث الأمل لأنه تاني كده معلش؟ وكأنك حضرتك خليتي إن عناصر وتجلي من تجليات الطيب إن أنتي تبث الأمل في نفوس الطلاب صحيح أنا فيهم تكده صح؟ دي حقيقة يا فيدي دي حقيقة طيب فيه إيه إيه علاقة إيه علاقة الأمل به بي 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 بالطيب؟ كتير من من الطلبة يعني دي متى يوم إحنا كطلبة علم أحيانا بنحس إن إحنا مؤثرين جدا 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 في مذاكرة أو في أداءنا أو إن إحنا مش بنعمل المناسب فبيجي أوقات لانتحانات الطلبة بتحس أنه أنا ما عملتش فاي قويسة طول السنة فبالتالي أنا يعني هجيب منين فبيجي مدخل إن الله سبحانه وتعالى طيب فهو كان كل حد فينا بواحدة طيبة فده الوقت اللي إحنا نستثمر فيه الطيب اللي ربنا خلقه فينا إن إحنا نبتدي نشتغل على الجاي وإن إحنا بقاعدين أمل في الله سبحانه وتعالى وإن شاء الله يكون عملنا البسيط مقبول لأن الله طيب لا يقبله إلا طيبه يبقى إحنا نطيب ظننا في الله ونكتهد فإن الله سبحانه وتعالى سيتجلى علينا بإن إحنا نكون من أهل الفوز ده كلام مهم جدا جدا ده مدخل كديد في تحفيز الطلاب للمذاكرة وكمان ده مدخل المهم عندي إن هو مدخل بيشيل ضغوط من على الطلاب في أثناء المذاكرة وخاصة في أصعب وقت وهو وقت إيه؟ وقت الامتحانات ده كلام جميل جدا ومدخل لطيف ورائع إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبه خليك أنت بتعمل حاجة طيبة عشان ربنا يتقبلها خلينا يا دكتورة أنتقل لسيد عبد الحميد سيد عبد الحميد إزاي بتطبق هذا الحديث في عملك وأنت بتعمل في التكنولوجيا وتعمل في كثير من المواقع وسائل التواصف والله يا سيدي يعني هو الطيب هو الجميل وإحنا يعني الجمال ده سمت ربنا في الحياة الجمال ده حاجة موجودة حوالينا الإنسان بطبعه بيبقى بيتشد للجمال فدي حاجة لو تطبعت على كل فئة من فئة الحياة حياتنا هتتغير بطريقة جزرية حتى في الشغل في الحياة وإن الواحد لما ينظر لشيء يشوف فيه الطيب ويشوف فيه الجميل فبتلاقي إن حياة الشخص كلها تغيرت لما يعمل شيء يعمله وهو عايز يطلع أجمل حاجة فيه فبنلاقي في شغلنا مثلاً لما يعمل حاجة ويبقى عايز يطلع أجمل ما فيها لما يجي يديها للكلين بتاعه أو الليبون بتاعه بيشوف الحاجة بيشوف الجمال فعلاً اللي محدود فيها بيبقى سعيد بالشغل اللي تعمل يعني الحاجة لما بتعملها أنا بشوفك بتقى تدقى وتقى تزبط الكاميرات بتاعك والحاجات اللي انت بتصور فيها ودة طويلة جداً كتير من الناس يزهقوا من التسطيب ده انت ايه اللي بيكون في نفسيتك وانت بتقى تسطى بالكاميرات وتعمل الكلام ده وتصور وتعمل وتعبر التعبير الصحيح عن المنتج بيكون في نفسك ايه أنا بيكون في نفسي في فكرة الاحسان لأنه هو في الاخر احنا بنكون بالأسباب من احنا عاديين نطلع احسن ما عندنا وفي الاخر اللي بتشوف ده رزق بقى هو ربنا هو اللي بيحل الحاجة في عيون الناس يا سيدي كلام حلوة قوي قوي ان ربنا هو اللي بيحل الحاجة في عيون الناس لامت ربنا بيحل الحاجة في عيون الناس لما اكد بالأسباب بقى انا باتعامل بالاحسان وان انا عايز اطلع افضل مع عندي بنلاقي ان سبحان الله في حاجات يعني في حاجات ممكن الواحد هو بينفزها كده يقول دي ممكن ما تعجبش الناس بس انا اعط فيها للمجبود واعط بيها وهتعامل معها بالاحسان وانلاقي ان حاجة ضربت او الناس بقت حبها جدا والناس معجبها بيها جدا فده شيء دارك جدا في شغلهم دكتورة هودا ايه النصيحة اللي تقوليها لحد ممكن يحس معاك وانت بتتعامل معاك بان انت تتعامل بيه وانت نظر للطيب سبحانه وتعالى او ازاي الناس تقدر تشوف الطيب سبحانه وتعالى عشان يبقى حياتهم طيب انه الله سبحانه وتعالى يعني خلق في كل حد بغض النظر هو شايف نفسه ازاي او مدى الحاجة الوحشة له كممكن يكون عملها في حياته او انجانرل يعني ربنا خلق واودع الاحسان والطيب في كل حاجة فينا فبالتالي هو بيبقى الواحد لو عارف ان هو ينتبه الى جمال اللي الله سبحانه وتعالى خلقه فيه او خلقه في اللي حواليه هيعرف ان هو غرقان في الجمال يا سلام فبالتالي هو هيعرف يشوف الجمال في الناس هيعرف يشوف الطيب في الناس هيعرف يشوف حتى من جمال الاعذار وجمال الظروف اللي الناس فيها ازاي بتطلع احسن ما فيهم حتى احيانا ولو كان الظاهر مش احسن حاجة ولكن دايما بيكون في الباطن من الجمال الكتير باطن هو المحتاج انه ينتبه وزي ما حدك دايما بتعلمنا انه يلمع نظارته يعني عشان يعرف يشوف احنا في حاجات ما نقدرس ان نوصل للباطن بتاع غير لما نضغط عليها فلما نضغط عليها تطلع احلى ما فيها حتى الثمار الحلوة بتكون بعد تحت القشرة فانت عندي وكانك بتشيري عندنا الى قانون مهم جدا جدا ان ما فيش حاجة ما فيهاش جمال لكن الانسان الشاطر الانسان اللي بيقدر يشوف الطيب سبحانه وتعالى هو اللي يقدر يخرج من الناس اجمل ما فيهم ما ابدأ في غاية الروعة وتطبيق ايات واضحة عندك في التدريس للناس ان اي طالب استطيع ان انا اخرج منه جمال تعالوا بقى ان انتقل الى نصيحة الاستاذ عبد الحميد ايه نصيحتك عشان الناس تعيش بهذا الحديث بهذا الحديث فيشوفوا الحياة مليانة بالطيب يعني اظن ان الواحد لما يشوف حاجة حتى لو يعني من وشها او من خارجها ممكن تكون مش اجمل حاجة يبص بنظرة تانية ويتعمق فيها ويشوف فيها الجمال فيبقى كل حاجة بيبص عليها دايما بيشوف فيها الجمال زي ما صدنا النبي معاودنا ان احنا دايما مرى الجمال في اي شيء انا مش عارف اشكركم ازاي دكتورة هودا انور انا شاكر لحضرتك جدا جدا ان هذا الجمال وشكرا لك يا سيد عبد الحميد مرسوق جمالك كمان وانت بتنصح الناس بان هما دايما يشوفوا الجمال عملا بسنة رسول الله يا سادة احنا لازم نفهم حاجة مهمة اوي احنا عندنا شوية قواعد بتحكمنا واحنا بنعيش بالحديث ان الله طيب لا يقبل وإلا طيبة في حياتنا اول حاجة لازم نفهمها ويمكن الكلام دا هيبقى مواضح قوي بعد كلام الدكتورة هودا والسيد عبد الحميد ايه هو المسألة ايه ان في الحقيقة ان الله طيب لا يقبل وإلا طيبة ده مش منع للناس من القبول ولكن فتح لباب الاقبال ايه بقى الكلام الكبير دا واحدة واحدة مش كلام كبير يا حاجة اقول لكم الكلام معناه ايه يبقى دا مش فرز للقبول يعني ايه يعني ربنا بيطرد اللي مش طيبين لا دا ربنا سبحانه وتعالى بيفتح بدا باب ليك للإقبال يعني ايه اقول الكلام كده ربنا بيعطيك ويوسر ليك ويبين لك رسالة كده عشان تعرف تدخل على ربنا من اي باب يعني نفترض ان انت طيب استمر على انك انت تبقى طيب نفترض ان انت حسن استمر على انك انت حسن انت محسن استمر على انك انت محسن بتتكلم منع الناس بالكلام الطيب استمر زي قوله تعالى يا ايها الذين امنوا امنوا استمروا على ايمانكم طيب طيب انت لو كنت بقى على القبح بقى انت مش طيب اللي حاصل طيب ادخل ازاي ان الحسنات يذهبن السيئات يعني ايه كن طيبا قانون الازاح كن طيبا يمحو الله ما كان منك من كل قبيح معاولا اه يا سيدي وولئك الذين يبدلوا الله سيئاتهم حسنات ايه ده يعني انا لو عملت ودخلت على الله من باب الاحسان او من باب الجمال او من باب الطيابة الله سبحانه وتعالى يبدل سيئاتك الحسنات ليه لان الله طيب اللي يقبل وإلا طيب دخلت من الباب دخلت من الباب الذي يحب الله وكان الحديث بيقولك ايه ان الله طيب يحب الطيب فكن طيبا فكن طيبا ولزاك احنا لازم نفهم ده بشكل صحيح انا هقولكم باعتبارا النهاردة المجلس النهاردة المجلس اللي ما بين ايدين حضرة النبي صلى الله عليه وسلم مجلس بين ايدين مين ابي الطيب صلى الله عليه وسلم اللي من ين طيابة واللي هو حضرة النبي صلى الله عليه وسلم اطيب الناس قلبا واطيب الناس ريحا واطيب الناس شكلا واطيب الناس جوهرا واطيب الناس حضرة النبي صلى الله عليه وسلم اطيب الناس خلقا بيابي انت وامي يا رسول الله احنا وعدين ما بين ايدين حضرة النبي تعالوا نشوف ايه المجالات اللي ممكن يظهر فيها الطيب اول مجال المجال الأولاني أنت وربنا يعني إيه مجال ذاتك وإزاي ذاتك دي تكون فيها بتعيش بيها بالطيب أول حاجة عشان تكون طيب في ذاتك كده عندك أربع حاجات لازم تعملهم عشان تبقى طيب خليك سهل سهل يعني إيه خليك بسيط بلاش التفكير المعقد لو فكرت تفكير معقد أنت مش طيب فكر بتفكير بسيط يعني إيه ما تدورش في خبايا الناس ما تنقبش في صدور الناس خليك لين لين يعني إيه يعني لو حد قالك أن فيه خير هنا وإنت تأقنت اللي فيه خير يلا توكر على الله ادخل في هذا الباب من باب الطيب اللين باب طيب خليك مرن ما تبقاش كده جاف ولا صلب ولكن خليك لين لأن اللين ده يعمل إيه أنت مش من لين في إيد البشر أنت لين في قدري ويدي مولاك لكي تصنع على عين فخليك لين خليك مرن خليك سهل وخليك لين وخليك كمان إيه هين هين يعني إيه بلاش العمتز الله يسترك لو هتتعمتز وهتتكبر على الناس مش هتكون طيب الحاجة الرابعة خليك نافع للناس خليك نافع ليك وللناس ومش هيحصل ده غير لما تترك ما لا يعنيك وتركز في ما يعنيك المجال التاني اللي أنت ممكن تكون فيه طيب أسرتك خليك طيب فيما بين أسرتك خليك طيب زي ما حضرت النبي أبو الطيب كان طيب عمل إيه حضرت النبي كان في مهنة أهلي خليك إيه خليك واحد زي أهل بيتك تحس بإحساسهم وتحمل همهم وتشاركهم وتكلمهم وتقربهم وتحتضنهم وتقبلهم زي ما حضرت النبي ما يعمل كده يبقى أنت كده طيب يبقى تاني مجال أهل بيتك وقال لحاجة داوم على تلت عبادات في بيتك داوم على التعبير عن حبك لأهل بيتك تاني حاجة داوم على مساندة أهل بيتك تالت حاجة داوم على الدعاء لأهل بيتك كده تبقى طيب الحاجة الرابع الحاجة التالتة خليك طيب في العمل بلاش منافسة بلاش منافسة بمعنى إيه بلاش منافسة الصراع ولكن خليه مسابقة في الخيرات أن أنت تعمل حاجة أحسن أن أنت تجود أن أنت تحسن أن أنت تكون من أهل الإحسان بلاش صراع عشان قلبك ما يتوجعش وحياتك ما يحصل لاش أي نوع من أنواع الخاص أقول لك حاجة خليك طيب في الشغل عشان حياتك ما تتحولش للأسف إلى حياة دامية مليانة جراح مليانة أزى مليانة مؤامرات ببساطة خالص خليك طيب وينشغل بما يعنيك ويأتيك رزقك خليك طيب وما تحسس أن حد بيتحكم في رزقك ما فيش حد هيتحكم في رزقك حتى لو كان مؤذي ما حدش هيتحكم في رزقك خليك طيب وخلي عندك يقين في رزقك خليك طيب وما تبقاش منافس منافسة سيئة وخليك طيب خليك متعاون على البر والتقو وما لكش دعوا بالإسم والعدوان كده تبقى طيب في الشغل خليك طيب في العلاقات ما تبقاش أنت أناني في العلاقات ما تبقاش محورة العلاقة والناس كلها تتأذي خليك أنت دايما في العلاقات حاسس بالآخرين خليك في العلاقات كمان تبحث عن العلاقات المليانة قيم ابتعد عن العلاقات اللي ما فيهاش قيم ابتعد عن العلاقات اللي فيها تجاوزات ابتعد عن العلاقات المسمومة صدقني العلاقات دي ما فيهاش أمل وأنا قلت لكم قبل كده أن أي علاقة هتدخلها وهي علاقة مش طيبة ومسمومة أنت هتأذي نفسك وحياتك هتكون فيها فساد عريض بعد كده المجال الرابع المجال الرابع كان خليك طيب في العلاقات المجال الخامس خليك طيب في المستقبل خليك عندك طموح وعندك أمل وعندك إقبال وعندك مبادرة كده يبقى أنت طيب ما فيش حاجة متأقليك ومخليك ما عندكش الهموم والغموم والأشياء اللي بتعكز الحاجة الأخيرة والستة خليك طيب في السعادة خلي أصغر حاجة تسعدك خليك بتسعد بالأشياء الصغيرة قبل الأشياء الكبيرة لو حصل كده يبقى أنت طيب عارف يقولك قلبه طيب أي حاجة صغيرة تسعده وعشان كده حضرت النبي كان سريع الفيء وكان دائما الابتسام خليكم طيبين زي ما عملنا كده إن شاء الله رب نفتح عليكم ويبرك لكم ويجمع عليكم الخير من أطرافه يا رب جعلنا طيبين وجعلنا من المقبولين وافتح علينا أبواب الإقبال عليك في كل وقت وحين يا كريم